جولة حول العالم قصيرة أخذكم ويايا لأخبار شوية غريبة ونبدأها من فتاة أو صورة لفتاة سموها الفتاة الكارثة هذه الصورة تحصد نصف مليون دولار بصورة تعتبر استثنائية وخلي أحكي لكم قصة هذه الصورة بالتفصيل اسمها الفتاة زوي لم تكن زوي تتخيل أن صورتها التي عرفت باسم الفتاة الكارثة ستكون سببا في حصولها على آلاف الدولارات وتمكنت هذه الفتاة الكارثة زوي من بيع صورتها الشهيرة التي تعود لعام 2005 والتي ظهرت فيها تبتسم أمام منزل يحترق مقابل 473 آلاف دولار في مزاد بيئة العملات المشفرة وتعود قصة الصورة لعام 2005 عندما نجت زوي الطفلة البالغة من العمر في هذا الوقت اللي كان عمرها أربع سنوات من حريق اندلع في الحي الذي تقيم فيه ولحق بها والدها وكان حامل مع كاميرا حيث التقط بعض الصور للحادث أشهرها ما عرف لاحقا باسم الفتاة الكارثة وبعد بيعها لهذه الصورة قالت زوي الطالبة الجامعية الآن في نورد كارولينا إنها ستتبرع بأموالها من ثمن الصورة لسداد قروض طلاب جامعيين وأعمال خيرية أخرى وتحدثت أيضا زوي قائلة الأنترنت عالم كبير سواء كنت تمر بتجربة جيدة أو سيئة عليك فقط أن تحقق أقصى استفادة منها طبعا حسب ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية فأن الزوي ستحتفظ بحقوق النشر الخاصة بصورتها في المستقبل وستحصل على نسبة في كل مرة تباع فيها الصورة ويعتقد أن مشتري صورة زوي هو جامع للوحات وأعمال فنية ويعرف باسم 3F Music وقد صرح هذا الشخص الذي اشترى الصورة الشراء تم بالتعاون مع مستشارين ذوي معرفة وخبرة عالية حيث يعتقد هؤلاء أنه يجب علينا أن ننمو مع الحركات التكنولوجية التي تساعدها ليس فقط في الترويج لأعمالنا ولكن أيضا لدعم الفنانين والسوق الفنون ونكمل الجولة حول العالم ونروح لخبر قبل أيام تحدثت آني عنه وهي عن أنه رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر كان يتجول في أحد الشوارع ويتفقد بعض المشاريع الإنشائية وبطريقة طبعا بدون ما يكونوا إياه وفدوا حراسة بحيث ما حدا يعرف أنه هذه السيارة هي سيارة اللي داخلها هو الرئيس المصري شاف شخص سائق ديليفري ووقفه حيشوية اليوم هذا سائق الديليفري بعد يوميا تقريبا على اللقاء المصادفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتلقى هدية من الرئيس بعثل هي وكشف عامل التوصيل اللي قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصادفة أثناء قيادته دراجة نارية التفاصيل الحديث الذي دار بينه وبيد أن رئيس وبحسب عامل التوصيل إسلام عمر فإنه لم يكن يتوقع أن يقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أن ما حدث معهم مفاجأة سارة للغاية ليش لأنه قال إسلام أن الرئيس أعطاه في وقته أثناء المقابلة ظرف في 500 جنيه وفعل ذات الشيء مع زوجته لافتا أنه كان ذاهبا لتوصيل زوجته لتناول الإفطار عند شقيقتها ولم يكن معه سوى 35 جنيه وتبقى منها 20 جنيه فقط بعد ما صب كمية من البنزين بالدراجة النارية وكان الرئيس السيسي تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور وبعض المناطق في شرق القاهرة اليوم بعد مرور يومين الرئيس عبد الفتاح السيسي عرف اسم هذا الشخص طبعا وعرف هو وين يشتغل فدزلة هدية عبارة عن تاكسي تعمل بالغاز هدية حتى يقدر يعيل عائلته هو وأخو ويكون حياته أسهل ويكون شغلة أفضل مما يكون على البايسيكل ونروح لخبر أيضا خبر غريب وهو عن جورة وقطعة قماش ملطخة بدم نابليون فونابرت تباع في مزاد ويتسابق جامعه المقتنيات الخاصة في الأسبوع المقبل لشراء عين من الحامض النووي للإمبراطور الفرنسي الراحل نابليون فونابرت وذلك في قطعة قماش ملطخة بدمه كانت موضوعة على جثمانه خلال عملية تشريحه طبعا وتعرض هذه القطعة للبيع في مزاد يقام بمناسبة الذكرى المئوية المئوية الثانية طبعا لوفاته توفي نابليون فونابرت في الخامس من مايو عام 1821 عن عمر 51 عام في جزيرة سانت هيلانا جنوب المحيط الأطلسي في وقتها نفاه البريطانيون بعد هزيمته عام 1815 في معركة واترلو تعرض أيضا طبعا دار أوزينا للمزادات نحو 360 قطعة للبيع في الخامس من مايو مع قطعة رئيسية أخرى بما فيها خصلة من شعر نابليون وزوج جوارب حرير كانت تخص نابليون وقميص طويل الأكمام طرز عليه حرف N بخيوط حمراء ويقدر لقطعة القماش الملطخة بالدم أن تباع بمبلغ يصل إلى 15 ألف يورو يعني 18 ألف دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر